يعني معلش لو وقفت بالوليد في هذه النقطة تحديداً اللاعب سمان فرج ارتكب يعني حماقة أنا محبين جداً اللاعب ومدحناه كثير لكنه ارتكب حماقة بتصرفه اللامسؤول هو كبت فريق وكان يصر على احتجاج على الحكم ومع ذلك في آخر الدقائق المبارات ارتكبت خطأ والحكم ما أعطاه كرت وأصر على أن يأخذ الكرت باحتجاج هذا صراحة تصرف لا مسؤول أضيف الشرحيلي مثلاً أنت تقول مثلاً أوكي شف البديل موجود والهلال مثلاً والأندر كبيرة البديل دائم موجود لكن 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 لحظة يعني اليوم السديري كان في الموعد بصراحة مع أني أنا لمست من بعض الهلاليين عدم تفاؤلهم بوجود السديري لكن اليوم كان في الموعد أنا أتكلم عن خالد شرحيلي الفرنج ديقاو دقيقة بندر شب هل يا أبو أحمد عشان أعطيك سؤال بس عام خذلوا الهلال في مرحلة حساسة شرحيلي بس عشان أكمل ليش نقول شرحيلي مش عشان تقليلاً بالأكسة نقولك البديل الموجود بالتايل لا يتأثر فريق لكن وين التأثر واكب المشكلة ضجة الضجة الإعلامية والضجة الجماهيرية اللي مع وضد وهذه مهما كان مهما كان تحدث نوع من الربكة بالفريق شئنا أبينا عندما تتحدث بهذا الأسلوب والمستوى إذن شرحيلي يجب أن تضاعف معاقبته ديقاو يجب أن تضاعف معاقبته سلمان فرج يجب أن تضاعف معاقبته ليس الهلال الهلال لن يخسر بسبب خروب وعدم مشاركتهم لا الهلال أو غيره من الأندية طيب عاقبه لا يتأثر بإضافة العقوبة المالية يجب أن تكون عقوبتهم مغلبة أنت ترتكب حماقة في هذا الوقت بهذا الأسلوب اللي غير مسؤول يجب أن تكون عقوبتهم مغلبة حتى وإن كان نظام احتراف موجود ولك بنود وكذا وكذا لا في أشياء أخرى وتبعات يجب أن تحسد البناء